موسيقى كونسولتو كشفه مستعجل وما فيش عندنا شيء تأجيل كونسولتو 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 أهلا وسهلا بالسيدة المشاهدين في حلقة جديدة ومعلومات جديدة من برنامج كونسولتو تولي ميديسين وفي انتظار كل المكلمات أسئلة واستفسارات والرد عليها مباشرة من السيد الدكتور محمد سعد حامد أستاذ السكر والغضة السماء كلية الطب جامعة عن شمس أهلنا سهلا للدكتور أهل أستاذ أسامة منورنا على طول كالعادة الحمد لله وأنا على ما أعتقد أنك أنت غششتني المرة دي قبله منطلع هوا أهلنا نتكلم في إيه؟ أهلنا نتكلم سكر والكورونا يعني الناس والكورونا مرضى السكر اللي هم عندهم قابلية أو بيقابلوا ناس عندهم كورونا أو جالهم كورونا بأي درجة من الدرجات يعني إزاي يبقى العلاج تمام فهو العلاج احنا كان فيه حاجة بنسميها في الطب الدي بيت آآ يعني مناقشة أو اختلاف أراء مخبر حضرتك تمام هننخلي العيام ماشي على نفس العلاج اللي هو ماشي فيه يعني لولا سيامة لو كان سكره مزبوط يعني مثلا حبوب بياخد حبوب مريض بياخد حبوب وسكره الصايم ما سمية وبعد الأكل بساعتين مية وعشرين مية وثلاثين والحبوب دي جالوا كورونا سواء جات بقى من النوع البسيط اللي هو يعني تقريبا أعراب بسيطة قوي زي يزوره بيحراءه أو شوية صداع أو همدان أو كلام حاجة بسيطة أو الحرارة مرفعتش على حاجة ولا فيه كرشة نفس ولا أحزانهم ولا كحة أو النوع المتوسط اللي هو بيقى فيه حرارة فيه مثلا إسهال فيه كرشة نفس بسيطة فيه كحة بسيطة بتبقى دايما كحة جافة ما فيهاش بلغم وأحيانا برضو من الخيره تبقى تنزل مية أو زوره يحرقه أو كده دي المتوسطة الكبيرة بقى الشنيعة هي اللي يقف فيه كرشة تفاس عالية قوي ودي أهم حاجة أو أثر على الرينة أو على الكليتين أو الجهاز الهضمي بقى إسهال عنيف مش عارف يوقف وفيه جفاف بدأ يحصل جفاف ده بيدخل مستشفى عندك حد نشوف الأول ناخد أول اتصال فضل أستاذة مونة من الإسماعيلية سلام عليكم سلام عليكم بكرة سنة حضرتكو طيبين وأنت طيبة فضالي الدكتور سامعك فضالي فضالي انا والدتي مريد سكر عندها 63 سنة السكر دايما يواطي عالي يعني مثلا ممكن يبواطي 55 54 ده السكر اي حاجة ممكن عشوائي مثلا ممكن يكون حاجة وسبعين ممكن يكون مية مية حاجة وستين كده مش متزبط خالص لا يعني اقل لي حاجة ويوصل 55 سياتك اول ما متزح من النوم خالص 55 اول ما متزح من النوم خالص اه تفضالي انا سامعك تفضالي دكتور هي تاخد زائد اماريل 4 زائد اماريل بتاخده الصبح وبالليل الفلداجلوس صح؟ اه بتاخده الصبح وبالليل طيب وحضراتك والاماريل الاربعة الصبح اه طيب المشكلة ان السكر يا امه علي اوي منخفض اوي صح؟ اه لا اه بتفحق الصبح مثلا مرة نلاقيه 60 مرة نلاقيه 30 مرة نلاقيه 50 طيب 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 وبعد كده اما بتحلل بيطلع كام؟ بعد كده اه مثلا انا مرداش اديها السكر مرداش اديها الدواء بقى اسيبها تاكل اجا حلل بعدها ساعتين ممكن يوصل سلطمية ممكن يوصل 168 ممكن يوصل 158 طيب الكابت اخباره ايه؟ تعبها يا دكتور جدا من فترة من ازبوه حوالي ازبوه كانت تحسب بزي ما تكون ضغط على الحجاب الحاجز وعلى الكابت كده هي اصلا كان عندها دهونة على الكابت من فترة طويلة جدا طيب ما هو المشكلة عندنا هنا ان الكابت بالليل ما بيطلعش سكر وهي ما بتاخد فيلداجلوز بالليل الميت فورمين او الجلوكوفاج اللي موجود في الفيلداجلوز بيقلل انتاج السكر من الكابت فبالتالي كابت منهك ما بيطلعش سكر كويس زائد ند ده وما يطلعش سكر فالسكر ما طلعش في الجسم فالصبحية عندها نوابات من نقص السكر فانا حضرتك انا شايف الفيلداجلوز ده حضرتك تاخد حبايا قبل الغداء وحبايا قبل الفطار متاخدش قبل العاشق يعني قبل الفطار يا دكتور بتاخد مرتين في اليوم ما انا حارف يا سيد والله قلت الفطار والغداء لكن لو خدته قبل العاشق السكر حيطعبان قوي بالليل لو استمرنا على كده هنغير الراجعة دي ونوقف الأمريل وناخد حاجة اسمها نوفو نورم ده هناخد واحد ميلي جريام حبايا قبل كل واجبة نوفو نور نوفو نورم نورم من نورمل اتخليك معايا بس انت درسة ايه؟ انا محامية محامية طب يا متر بقى انتم بهدلين في الزمن هنقل للمحاميين دول والله حاجة مدعبة لا يا دكتور والله لو مدعبوها لحاجة طيب نوفو شركة نوفو نورم يعني نورمل واحد ميلي جريام حبايا قبل كل واجبة بربع ساعة ونص ساعة ثلاث مرات لو لقينا السكر عالي واطي قصدي بعد كده نخلي الحبايا نص حبايا تمام والتصلي بنا بعد ثلاث اسابيع لو لنا عمر ان شاء الله شكرا شكرا سيدة مونة وتابعينا على الفيسبوك او اليوتيوب لو ملقطيش الاسابيع ناخد الاتصال اللي بعده من الاسكندرية الحج زينب السلام عليكم عليكم السلام والرحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور중 انا سالك على السكر ياداك�� السكر اللي مجنين السكر ده اهلا وسهلا اهلا وسهلا انا من الصالب بستجاعني في اسكندرية يعني انت مقيمة حاليا هنا فين اسكندرية طيب يا سيدة اسني كم السنة يا فندم اتنين وستين طويب السكر بوله كم سنة يا فندم عشر سنين اه السكر الصين كم وبعد الاكل بكام كنت باخد دكتور كان كتب لي ديموكرون كان بيع على كل عالة دلوقت دكتور كتب لي انسلين باخد انسلين يا دكتور شنين واحد الصف وعسره بالليل بس بلاقي نص هبط وحرقت ونزق يعني صح بتاخد اي حاجة تانية غير الانسلين معاه اه باخد ده وضخ اه يعني اصدق السكر مالوش غير الانسلين اه عظيم وزنك قد اي يا فندم وزنية مع 58 كيلو ده انت شو اصغيرة اوي اه والسكر بيأكل في جسم خسيت خالي حاضر انخفاض السكر طولك قدي ايه طيب طولي برضو 60 متل مش عارف والله اه 160 اوكي اه و 62 سنة يعني احنا لو نزيد 3-4 كيلو حيبع شكلنا احلى باخد دبال حضرتك لا انا بخلص لا ما بتخلص اقولك بقى انت دلوقت حضرتك السكر بيقل بيقل امتى الظهر وبالليل ولا امتى اما بتاع رأيي وبتحاول السكر بينخفض والكلام بيقول اول بقى البليل بالليل لو خدته وبالليل يا دكتور بالليل لما اخد البليل يعني الصبح الساعة 5 وهاحب نقول لهم حقا يا ابن طيب احنا حنزود الوجبة اللي هي بعدها السكر معنا والسرح افتر برضك باستر الصبح وبعد كده لغاية الساعة 2 والزهر كده لقينا خلاص زوديننا الاكل بنسبة 40% يعني لو بتاكل رغيف يبقى رغيف ونص لو بتاكل 10 معلق رز يبقى 15 معلقة زود ده عشان احنا عاوزين نزود جسمك 3-4 كيلو وبعدين تكلمين عشان نزبطك تاني حتى لو السكر عالي شوية مهمكيش اسمعي كلام اعنا تمام حاجة زينب اشكرك على القصال زود عليك شوية عشان هي رفاية عاود تمام يا خمسين ده في السن الكبير ده يعني ما فيش عضلات تمام تسمعت كده حاجة زينب الدكتور اه ناخد اتصال من اينا الاستاذ كمان السلام عليكم السلام وبركاته السلام وبركاته اه استاذ كمان اتكلم بسهر كمان فضل اه دكتور ازيك اهلا بيك افادل اه سهلا انا عندي سكر عندي 63 سنة دكتور ووزني نعجس خارس نازل اه 63 سنة اذ معلش وزن ساتك قد ايه تلاتة وستين آآ بتاعة مية تسعة و تسعين كيلو آآآآ الطول قد ايه طيب الاول؟ الطول آآآ مية خمس وتمانين صدر ما شاء الله زرق بدري بقى الحاجات الحلوة ايه الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله فضل من الله و نعمة هو ديول الوزن مية تسعة و تسعين؟ لا 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 يا عم خلاص انا عدتها طي يعني اعمل في ايه عم اه قولي ماشي عندي ديها عم كمال عدتها انا عدتها اه آآآ و نقلت على الحاجات المهمة اللي هي منها الوزن برضا الوزن بقى حضراك كام؟ الوزن حضرتك بقول حضرتك كاما الوزن تسعة و تسعين كيلو ايوا يبقى برافو عليك و طول سيادتك مية خنسة و تمانين يعني وزنك معقول قوي ده مش وزن نعجل سنقلز وزن يا بكسر انت عاوز طيب خلاص انا هعمل على رغبتك عاوز تزيد قدية تزيد خمسة كيلو على عشرة كيلو عيالات عشرة كيلو طيب علاجك ايه للسكر اللي بتاخده زيا ماكرون و جليبت و ايه؟ جليبت جليمت الف على خمسة ايه؟ جليبت بلس الف بلس ماشي خلاص انا فهمت هو المطلوب ايه؟ ده بتاخد منه حكام حبة ده حبتين؟ هلو؟ ايه؟ الخط ايه؟ استاذ كمان عاوز الاتصال تاني هه؟ اه لان موضوعك مهم يا حكي كمان اه لان و تريد ما نوع في حتنا في الشبه كمان ناخد الاستاذ محسن الاتصال لبعده سلام عليكم الفيوم عليكم السلام و رحمة الله و بركاته اهلا وسهلا اه اخو محسن. اه لو سمحت يا ضبط. نعم. انا عندي سكر باله حوالي 12 سنة. نعم. تسين تسعة واربعين. عظيم. الوزن اه خمسة وسبعين. نعم. اه الا العلاج اللي ماشمعي. لا الطول. الطول. الطول مية وسبعين. مية وتمانين. يعني. مية وسبعين. مية وسبعين. معقول وزنك او ممكن يزيد قليلا. اتفضل. اسمعنا بالتليفون مفضلك. اه السكر الصايم بيطلع كم? الصايم اه مية ستة وعشرين. والفاطر يا فندم. الفاطر احيانا اه من ميتين لميتين وخمسين. طيب. العلاج ايه اللي بتاخده سيادتك? اه باخد بلوغو فانس. خلوك على هنف. موافق. تحب تنفي اليوم ولا حباها واحدة. اه باخد حبايا واحدة الصوك. اه. وممكن ااخد اه دوانيل اه خمسة اه البلليل يعني. موافق. طيب. ايه الشكوى بقى? الشكوى سيادتك انا عندي اه اه جرسومة معدة. ايوة. اه فالمتفر مين بيعمل لي انتهاج معدة شوية يعني. صح. انت عاوز تزيد في الوزن ولا تقل في الوزن? لا اعيز ازيد شوية. خلاص. احنا كده ممكن نشيني المتفورمن والمتفورمن هنبقى ضربنا عصفورين بحجر. شلنا قلم المعدة وشلنا تأثيره السلبي على الوزن. ان هو بيقلل الوزن. بس لازم نعوضه بحاجة تانية. فحضرتك دلوقتي انت بتاخد جلوكوفانس وبتاخد قلتلي دوانيل. ايوة. فاحنا ممكن ناخد مثلا الدوانيل ده حضرتك بتاخد خمسة ممكن ناخد خمسة قبل الفطار وخمسة قبل العشاء. او خمسة قبل الفطار وخمسة قبل الغداء. بس لا. بس الحقيقة يعني خد حاجة كمان اسمها فيلداجلوس من غير بلاس. فيلداجلوس بس. حبايا قبل الغداء وحبايا قبل العشاء. ده مع الدوانيل. اه مش هنشوف السكر قبل ثلاث اسابيع. ما وعدكش انه هتزوب اتمية في المية. ما وعدكش انه هتزوب اتمية في المية. لان احنا في مرحلة تغيير الادوية ساعات بيحصل حبة حاجات كده احنا ما نتوقعهاش. يعني ده ما تكون كشفت عليك. فمن غير ماكشف يبقى ممكن حاجات اكتر. لكن لعلك ده حيكون قاسرينيك ان شاء الله. الف سلامة. شكرا يا سيد محسن. متابعنا على الفيسبوك واليوتيوب. اه قناة صحة والجمال. الاتصال اللي بعده. واستاذة ياسمين. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام ورحمة الله. انا اه عندي يا دكتور اه انساك بقالي حوالي اربع شهور. سن كم سنة يا فندي? واحد وثلاثين. طيب. اه مجوزة استاني بس مجوزة. اه ايها. حامل? لا. الدورة منتظمة? اه هي منتظمة بس خفيفة كده شوي. اه يعني الكمية قليلة? اه. يعني اربع شهور انا شايلة لوسيلة الحمضة. منع الحمضة. عاملة وسيلة منع حمضة. لأ شايلية من اربع شهور. اه عازت احمالي? اه. وعندي كمان الحاح في البول عاطم مش بقدر ارام. في البول مش بقدر امسكوا يعني. اه استاني انت الولادات اللي قبل كده كان فيها مشاكل? لا ده فيها مرة كيسارية. مرة طبيعية. هي مرة واحدة وكيسارية? اه مرة طبيعية والتانية كيسارية. اثناء الطبيعية ما حصلش حضرتك سقوط ولا حاجة سقوط البدن سقوط الراحم الكلام ده? لا هو حصل الطبيعي اول مرة بس وبعدها حصل وحصل ايه? طبيعي اول مرة. طبيعى وعدان حصل كيصريا لكن البول بيزبقيك كمى الكحى او تآه تآه. لا لا فأي وقت مقدرش باشرب مية علة طول فبدخل حمام علة طول ومش بقدر اى ومسك. اه ده حاجة تانية يبا اذا بتمسك البول مش بيزبقيك البول صاح? اه يعني ممكن نقطة كده. طيب يبقى خلاص يبقى انا بقوله مظبوط. اه. مع الماشي مع الكحة مع مش عارف ايه. اه. الكلام ده كله. طيب ايه اى اكملي. ومسك كمان بق خليك البول يا تلا يعمل فيك كده. اه ما مش عارف اعمل. الحز او الكحة او العطس او كلام ده كله. واخدى بالحالي ستريننج بنسميها يعني. اه. طيب احنا الامساك بالا اربع شهور بتقولي. اه. اه خدت له ادوية طبعا. اه طبعا خدت ادوية وملينات وحاجات كده 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 وعشاب وحاجات كده يعني. ما اه طيب بصي بقى عشان نشتغل صح الحقيقة لان اربع شهور وحاجة جيد. طب الامساك بيزيد يوم بعد يوم او اسبوع بعد اسب لا هو كان الاول بيجي خفيف قبل كده من سنة. وبعدين بعد كده بدأ بقى يزيد. يعني انت انسانة عندك امساك طبيعتك كده. لا مش طبيعتي او كان كنت طبيعية جدا. بس من فترة سنة احسيت بامساك بس بقى بروح وبيجي. بعد كده الفترة دي بقى مستمر. طيب بس انا محتاج تحليل عشان اطمن الامساك ده ما نكونش وراء اسباب تانية الحقيقة. ازاي ايه يعني يا دكتور عامل ايه? لا اه طب حقولهم لك وحاول تبقي تسجليه. حنعمل سي اي واخدبال حضرتك وحنعمل اه تحليل اي? سي اي اي? سي اي اي ده دم. واخدبال حضرتك. سي اي اي ماشا. والفا فيتو بروتين. اه. واخدبال حضرتك ده دم. اه. وحنعمل حاجة اسماها اوكلت بلد انس تول. اه هو الدم الخاصة انا كنت عاملاه. طلعك عملتي ثلاث مرات. اه اعملته مرة. طب احنا بنعمله ثلاث مرات. اه. يعني الراجل برضو فكر في كده. احنا عايزين بس خايفينه. لكن شوانه مش هتلع حاجة. اه. اعملوا دولت العسلام. انا بعندي وصفة كده بسيطة اوط لطيفة. طبعا انا مش هنشترق توقع عشاب يعني. اه. 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 انا اكرههم جدا يعني شوانه مصابين يعني. اه. فهو حضرتك بس اتجرب الاول ان احنا ناكل كيلو خيار. اه. نمضغه نص. نص مضغة. نص مضغة. نص مضغة مع كباية لبن حليب. انت رفعه الادخينة الاول. اه انا سبعين. كويس. يبقى كباية لبن حليب بردة قبل النوم مع كيلو خيار تمضغي نص مضغة. اه. وقد بقى لحضرتكم ممكن تخدي حاجة معها زي مثلا برافين اويل اسمه زيت برافين. اه. موجود في الصيدلية مع لقتين كبار قبل النوم. اتفرجت لقى الدنيا زي الفل. اه. مع التحليل اللي انا قلتها. احسنان ما نفقدش حاجة. الف سلام. شكرا. 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 انا اصدر اسمين. اه. رجع لنا الاتصال تاني من انا. اه. اه. استاذ كمال. اه. 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 اه اه. اه. انا اه. اه اه. انا اه. اه. انا اه زيت شوية. اه. اه. انا عايز وزني زيت. اه. 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 اه انا عايز وزني زيت. طيب. علاج اللي انت بتقول يقوله لا بتصرعة تاني عشان نسيد. اه. واحدة الصمخ واحدة بالليل. وفيه اه نوع اسم Level. الف باخذ واحدة فضاف. جلي مت بلس ألف وخمسة ألف وإيه تاني بس كده السكر الصيام كام يعني تقريباً متين وبعد الأكل بساعتين يعني متين وخالسين طيب بص كمال الحاجات الصعبة في السكر أما يكون الوزن عايزين نزوده والسكر عالي لأن أنا حديك أكل زيادة السكر حيزينه حتخسي تاني فلازم أعتمد على العلاج بتاعي أنا والعلاج بتاعي أنا هنا أنت أخذ كميات كويسة جداً من العلاج بالحبوب أنا أفضل أضف لك إنسولين لمدة شهرين تلاتة هنعمل حاجتين مهمين وواحد إن إحنا هنكسر حدة ارتفاعات الإنسولين دي اللي هي تخلي البنكرياز بعد كده يستفيق ويشتغل كويس مع الحبوب اتنين إن وزنك يزيد العشرة كيلو في خلال ثلاث شهور أربع شهور خلاص هناخد حاجة اسمها ميكس طارد تلاتين سبعين عشرين وحدة قبل الغداء كل يوم جابل الغداء نعم يا فندم جابل الغداء قبل الغداء قبل الغداء ميكس طارد تلاتين سبعين إنسولين عشرين وحدة قبل الغداء طبعاً هنبزغزغك بإنسولين كمية صغيرة وأوعدك أنه بعد شهرين أو تلاتة هنوقفهم أنت هتلاقي نفسك مئة وعشر إن شاء الله وتدعين وهتلاقي بقى بيت شكلك أحلى وممكن تجاوز واحدة جديدة وعوض على الله الله يأذنك يا دكتور يا غداء إن شاء الله يأذنك شكراً شكراً ربنا يا أستاذ الله عليه أستاذ كمال شكراً ناخد الأستاذ نادية من القاهرة السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ يا حضرتك الحمد لله أكلم الدكتور فضاليا يا أستاذ نادية بقول حارك يا دكتور أنا من حوالي عشر تيام كده كنت تعبانة شوية وعندي إرهاق وعملت سر الدم كاملة وعملت تحليل سكر ولقيت السكر عشوائي 277 وبعدين بقى عملت فلما لقيت النسبة عالية كده رحت عملت صايم وفاطر وتراكمي لقيت التراكمي تسعة وثمانية من عشرة شكراً راحت الدكتور والدكتور الداني أمرين لوحشد أرسى أرسى عرية كده وبعدين كبال واحد الصبح واحد بالليل بس المشكلة بقى أن أنا أحس أن أنا على طول جعانة هو الداني نظام غذائي بس النظام الغذائي ده يعني إيه لا مش بيشبعني فأنا بجوع في النص باكل مثلاً خضار ولا خاكة بس برضو لسا بحثت أن أنا جعانة وخسيت شوية سنك كم سنة؟ أنا ثلاثة وثلاثين وزنك قد إيه؟ وزني كان حوالي خمسة وستين بس أنا يعني ممكن أكون مثلاً بقيت حوالي ستين دلوقتي ولا حاجة لا ستين ما قبل العلاج ستين ما قبل العلاج ولا بعد العلاج نعم يعني حضرتك كما رحت للدكتور قال لك مسك الأكل طبعاً آه فالخمسة كيلو دول نزلتيهم بعد ما مسكت الأكل ولا قبل ما تروح للدكتور لا لا بعد ما رحت للدكتور كنت كويسة قبل ما أروح طيب السكر دلوقتي إرياته مضبوطة؟ آه النسب السكر يعني؟ آه أنا قسته مثلاً من حوالي أسبوع كان مية خمسة واربعين فاطر بعد الأكل بساعتين وقسته من يومين ثلاثة كان مية سبعة وثمانين طايم ومية سبعة وستين فاطر دا حدرك من الإراءة دي الأديمة ولا الجديدة؟ آخر إراءة بالنسبة لي هي كانت مية سبعة وثمانين صايم يا دكتور ومية خمسة وستين فاطر كنت بقى إيه فلت العيار منك شوية والله ما كانش فلت ولا حاجة لا دا كنت ماشي بس بالزبط دايما هو بيقول حاطر هو دايما يا جماعة الناس اللي بلسه متشخصين سكر جديد بيبقى العلاج بيجيب نتائج سريعة وده بيفرح الدكتور وبيفرح على المريض بس ممكن بعد كده يبقى له أثار تانية إحنا عايزين ساعتك أولين ترفيعها طولك قديه خمسة وستين كيلو دا يعني حاجة كويسة طولك قديه آآ هو الخط راح؟ أما معتقد أن الخط خلاص اسمعينا بقى سوزا نادي من التليفون بقى دكتور هيرد عني طيب هو يعني أنا أثناء أثناء هو فيها شغل الحالات كلها فيها شغل يعني عارف فيها شغل بقى شغل بقى شغل العارف انت الصريعية حالات بقى شغل طب كنت تقولها دكتور كنت أجي بالعدة آآ يعني الحالات كلها فيها شغل كتير الحقيقة طوي يعني عايزة فهو هي أثناء بتديك حاجات عكس بعضها هي عايزة دلوقتي وزنها نزل خمسة كيلو كمان والسكر عالي فعشان أنا أقول لها نسيك الأكل كمان يبقى حرام عليها هتخص أكثر بس فيه رأي غريبة يا دكتور هي بتقول الصايم مية سبعة و لا لا مش مهمة أنا فهم لا عشان خدت العلاج يوم يخص عشان كدت اه خدت العلاج منضعش وقتنا فهو إحنا دلوقتي حضرتك إحنا ممكن ناخد دواء تاني يبقى أخف شوية مش أخف هي قالت إنها بتاخد أظن أماريلا واحد ملي إحنا ممكن ناخد مثلا شوف يا فندم الأماريلا ده انت جعانا ليه لأن الدواء ما يطلعش نسبة إنسولين كافية في جسمك وعشان كده السكر بقى مية وتمانين ومية وستين تاني تامين فأنا شايف الأماريلا نزوده نخليه واحدة قبل الفطار واحدة قبل الغدا حتجوعي سنة أقل من الأول أما السكر هيتضبط هتلاقي الجوع دراح بس تبلي بطك شوية بحشات خضار وكده وما صباحك تزودي شوية برضو نشويات بنسبة 20% يعني لو تكل يرغيف يبقى يرغيفه ربه لو 10 معالية رز يبقى 12 معالية رز ونشوف فأموما لوزك 65 مش وحد يشوزين نزله عن كده وده خطأ شنيعي اللي ده كثرة بيقعوا فيه إن إيه خس يخس السكر ليس معناه إن أنا خسس وزني خساسان الوزن يعتمد على وزن المريض عنده سكر عنده ضغط عنده باب الطين رفاية اتخين يا رفاية اتخانه حتى لو عنده سكر اتخانه طيب ممكن ناخد تصال من المنطقة ولازم يمشي خال المقات عشان عنده سكر ناخد تصال من المنطقة دكتور خد المنطقة ماشي أستاذ أحمد سلام عليكم سلام عليكم دكتور عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الدكتور معاكم السلام أتفاضل يا فد لو سمحت يا دكتور أنا كنت كشفت من حوالي 3 شهور كده كان عنده ضغط مش منتظم يعني إطه مرة fait واطئ وايطه مرة لقيته عالي طيح حضرتك لما رحت للدكتور قال لي انت عندك الغاب شوائه في المعدة وعمل رسم قلب سأل لي انت عندك حاجة اسمها رفقفة بطينية فيه ضربة بتطلع من مكان مش مكانها سنك كم سنة؟ تبعة وثلاثين بتدخن؟ لا ما بدخنش بتشرب اي حاجة من اي نوع؟ لا خالص متنرفز ان يمندلق ومتدايق؟ كنت متوتر بسبب ان كان فيه قاعدة من الشغل وكذا فكنت متوتر شوية خسيت الفترة الاخيرة؟ لا اوة حضرتك خدت ساعاتها ريتم ونورم ريتم ونورم ريتم ونورم وبنتزول طيب الريتم ونورم حضرتك حسيت كنت باخد في الاول ثلاث خبوب وبعد اسبوع بقيت باخد اتنين بس في اليوم بس حضرتك بقيت احس ان هو بيخليني متوتر والتوتر بقى بيزود كمان احيانا ضربات القلب فتريت اقلل منه يعني انساف ما خدته حسيت ان انا بقيت متوتر عن الاول طيب اعمل لي غضة دركية F3 Ft40 SH نشوف يطلع سليم ولا لا لان احيانا في السن الصغير اما يكون في ضربات قلب غير منتظمة لازم نفكر في الغضة دركية حتى لما فيش اعراض كاملة مكتملة للغضة الدركية نعملها هو مش غالي انا عارف ان سالات الدور ناخد فاصل خلاص حاضر الف سلام عليك يا عبد شكرا 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 سيد احمد عزائي المشاهدين فاصل والواصل انتظرونا اعزائي المشاهدين ورجعنا مرة تانية بعض الفاصل اهلا نسالة مرة تانية عبدك محمد اهلا بك يا فانت اهلا بك احنا كنا يعني البداية الحلقة كأنت الكورونا مع مرضى الشكر طيب عندك حد تأتب ناخد ناخد الاستاذة شايماء من بني سويف السلام عليكم انا انا الصوت بس سياتة اه استاذة شيماء الصوت مش واضح تقريبا التليفون الشبكة فيها مشكلة. يعني ممكن تغير المكان. يريد ترجعي لنا تاني ها. اه ناخد الاستاذة زينة بسلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. انا عايز اقول على رجلي يا ابني. متفضل. رجلي الدكتور بيقول السكر عاملك الكاذب. لازك تقولي على علاج يا دكتور. عنيل اتنين. رجليك فيها حرقان وتنميل وخدلان. لا فيها فيها شد. لا فيها شد احباب وفيها ركبة فيها سخولة. ولتغلى علي. لا بس اقول لك حضران اسمك ايه? اسمي حاجة زينة. حاجة زينة. سنك كم سنة حاجة زينة? اتنين وستين سنة. كم? اتنين وستين سنة. اتنين وستين. طب بصوا حاجة زينة احنا محتاجين شوية معلومات على اساس ما نغلطشي. ونشتغل زي بتوع ده كترة الاعشاب. مش ده كترة قصدي. مدعي الاعشاب. او مدعي الطب. اه ما نغلطشي. لازم اعرف رجليك فيها ايه بالزبط عشان اه نفيد حضرتك. يعني. دلوقت حضرتك الرجل. طب ردي علي بصي. اسألي كنت تردي. وتردي بكلمة واحدة. اوكي? طيب. طيب. ورمانة شوية عن الشمال ولا? لا لا لا. لا ما فيهاش وراء. طيب. لونها متغير عن اليمين عن الشمال? اللون. لا. لا. طب. انا صامرة بقى ما فيش عندنا لون. طيب. طيب. اليمين عن الشمال فيها سخونة شوية ولا ما فيهاش? ايوة. اليمين فيها السخونة. فيها سخونة. الشمال ما فيهاش? لا. اما بتمشي يبقى فيه وراء واجع في السمانة على الرجل اليمين? ايو اه. اما الشمال مفيش قلم في السمانة? لا. خدت ادوية طبعا. اه واخد ادروين. طيب بص يا فندم. اه لكن مفيش تنميل ولا خدلان ولا حرقان. العملية عملية كرمبات وشد في العضلات. مظبوط? ايو ايو اه. انا بص هي واحد في الالف لازم اتطمن ان مفيش لا سامح الله حاجة في الشهرين والاوردة. لان لو غلطت الغلطة دي هتبقى غلطة كبيرة قوي. فهتركها تعملين لاشعة تلفزيونية على شهرين واورية الصاقين. اي اشعة عملتها? انا واقفة كده عملت اشعة على رجلت. لا. طيب الجهاز كان بيطلع صوت كده? لا. او مالعمل يالك وانت وقف ازاي? اشعة عاصلك صورت كده وطلع لك فيلم زي بتاع السدر? اه وعملني اشعة ثانية على الرجل الثانية قد لعلك اصعر 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 رجلوك. لا ده غير ده يا فندم. الاشعة اللي بقولك اشعة تلفزيونية على شهرين واورية الصاقين عشان مغلطش معاك. حديك حاجة مسكنة خفيفة كده? لكن بص انا مش مسؤول. يعني مدص حضراتك تاخد بروفين ربعمية ميلي جرام حباية بعد العاشع لمدة تلات ايام على ما تعمل الاشعة. مغدبها لحضراتك اعمليها وكلميني اسبوع الجان شاء الله. سلام عليكم. ماشي. شكرا انا حاجة زينب. ناخد الاتصال مسكندرية. اه استاذة مكة. سلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. الصوت اطاع. معانا على الخط? طيب. اتسلي اتسلي مرة تانية الاستاذ عاطف. سلام عليكم. السلام عليكم وبركاتي يا فندم. اهلا بك يا فندم. اهلا بك يا فندم. اهلا بك يا فندم. اهلا من حضرتك من رابوة. كان عندي رابوة. ورحت مستشفى الصدر. وخدت التطرير ان انا عندي رابوة. من كم سنة? جاء حاليا من الشهر تلات اربعة دو شهر. طيب. اه. حضرتك دلوقتي رحت حللت اه تلع عندي دهون اه قريفة الكشافة. اه عملاني مشاكل كتيرة حضرتك بعد ما باكل بيحصل لي زي تخدير كاني متخضر. ومشت رجلي من تحت سخونة جامدة. وبيحصل عندي تخلصات اه باكل رجلية اه دلوعة تيحصل فيها الشهر. وكده يعني. وحضرتك اه عناية برضو في ضبابية في الرؤية. ومشاعر بصراحة رحت للدكتور كتب لي سيلو فاس وكتب لي اه وكتب لي تاني على مطوار اسمه كيلو ميكس. طيب. طيب. ما كتب ليش ما كتب ليش على حاجة كده حضرتك. طيب. سيلو فاس انت وزنك كم كيلو? انا وزني حضرتك تسعة تمانية وتسعين. وطولك اديه? اه تجريبا مية ومية وستين. طيب. الدكتور ادك السيدو فاس لأ السكر عالي ولا بيدولك عشان الوزن? لا انا ما بديش سكر ولا عندي سكر ولا عندي ضغطة حضرتك. السكر الصايم اخر مرة عملت طولها كام? ما عنديش سكر انا حضرتك. ما فيش حاجة اسمها كده. اللي انت تقوله ده ما تدينيش تقرير. اديني ارقام. السكر كام افتكر. الصايم كام وبعد الاكل بساعتين كام? افتكر. ما قدرتش تفتكر هنعتبر كلامك صح وتشين انت مسؤولية نفسك. دي واحد. اتنين السيدو فاس ده يعني انا شايفه انه بتدولك عشان الوزن ربما. فممكن توقفه. معايا? حلو? تمام يا فاس. طيب بالنسبة لرجلين. اعلقتها بالربو اللي انت بتقول عليه. ادوية بتاخدها معينة? بتاخد ادوية رابو مسلا? باخد اللي هي البخخات حضرتك وكده. فيها كورتزون ها? اه. طيب مساعات الكورتزون بيعمل شوية ورن في الرجلين. تقول بيش الرجل. لا انا عنديش ورن حضرتك بس عندي لساعين سخونة. مشتو رجلي على طول سخونة في مشتو رجلي اللي كده. الناحيتين. اه. في حمرار ولا ما فيش حمرار? في حمرار. احيانا لما بتوطع الحوض بلاقي مشتو رجلي حمر خالص. اما تحط ايدك على مشتو رجلك كده يبقى سخنة. عن ما فيش سخونة. ما انت قلتك شوية فيس سخونة. مش بحش بالملمس ان فيه سخونة. لكن انا حاسس ان فيه الم على الارضة حضرتك وانا لابس الاموار زي الشيء. بحش بنرجع على طول وانا ماشي وانا بقوم للنوم وانا نايم. طيب بص حاضر حاضر حناخد دواء اسمه تجريتول ده يعني بنسميه سيف دراج او دواء يعني اه من متين ميلي جرام حباية قبل النوم. وحضرتك لازم نتأكد بس ان السكر موجود ولا مش موجود لان الاعراض دي كده تخوف ولا ساعمل ان انت بتاخد مركبات كونترزون عشان اه الرب. فتعمل سكر صايم اول ما تقوم النوم باي جهاز بتلاتة عريفة عندك كده ملوش اي لازمة من حد جارك ولا من حد قريبك. وبعدين تروح واخد ازا استيم كوكاكولا او بيبسي. وبعدين بعدها بساعتين تعمل عينة تانية دي. وتبلغنا بال بالنتائج لو سالحا. سيد عاطف. عارف السلام عليك. عمل لنا التحليل ورجع ورجع تاني بالاتصال. اه ناخد مدام مننا من الجيزة. سلام عليكم. سلام عليكم ازاك يا دكتور. اهلا وسلم. سلام ورحمة الله. ربنا يبركلكم على البرنامج وربنا يخليكم يا رب. كنت عايزة تسأل حضرتك انا عندي كولون وكولون بيخلي بطني عالية. فانا عايزة حضرتك تقولي حاجة لكولون وحاجة تنزل وزني. طي سنك كم سنة يا فندم? اه اربعين. مفيش امساك. لا دي يجيني امساك. وزنك اديها فاندم? اه اربع يعني درواتحة خمسة وسبعين. انت كويسة خمسة وسبعين. طولك اديها? اه ما هي واحد وستين. يعني بالنسبة عن المصريات. اه ده انا فكرة مقبولة الوزن ده. في سنة اربعين سنة. عازة تخصة اديها يعني? عازة انا اخصة اه يعني خمسة كيلو ابقى ابقى سبعين. طيب. اه حاولت الرجيم والكلادة منفعشي? اه لا حاولت الرجيم وتبعت مع دكتور ورجعت زيتي ثاني. وخدت علاج ينزل الوزن وخدت شوية ورجعت زيتي ثاني. الامساك بقاله وقديه? نعم. الامساك بقاله وقديه? لا بقالي فترة. على سول بيبني الامساك. طيب والامساك هونو عامل انتفاق في البطن. فاني هنعالج الامتداء فيه حاجة اسمها بيكولاكس. طب اه في الوات مع من التلفزيون. او 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 او. بس. بس. الله معنا. اه هناخد حاجة اسمها بيكولاكس دي عبارة عن نقط. بناخد مسلا قبل النوم حوالي من 15-20 نقطة. على ربع كباية مياه كده على كباية مياه برحيطة. قبل النوم كل يوم. اه حتى البيكولاكس كمان مش هيخلي المعدة او المعدة الامتصاص هيطول. فبرضو هيقلل الامتصاص فالوزنة هيقل. اه انا شاكك برضو اللي يكون عندها نقص غضة دركية ولا حاجة. تعمليه F3 و F4 و TSH. وتبلغين بيهم ربما يكون الغضة عزة تتضبط. فالانساك يروح والوزن الحز. وترجع التاني 25 سنة. تمام كده ان شاء الله. اه ناخد الساس باسم من الغردقة. السلام عليكم. ساس باسم. وطي التلفزيون شوي. ساس باسم. انا عارف انا كنت قعد في الغردقة ومروء. ساس باسم وطي التلفزيون شوي. ربنا خليك خليك. فضل حبيبي. حضرتك انا كنت اعملت حليل سكر. اه الجيت السكر بتاعي مية سبعة وعشرين صايم وفطر مية ستة وعشرين. مية سبعة وعشرين صايم وفطر مية ستة وعشرين صح? اه. 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 اخدت ايه? اخدت ايه? خمسة وستة من عشرة. ماشي. ادوك اكل ايه? استنى بس. الفاطر قبل ما تعمله. عملته في نفس في نفس اليوم? اه في نفس اليوم اه. اكلت ايه? اكلت ايه? عبل الفاطر. يعني بقت ايه? بتجيبنا وقلبة عصير. طيب. بص هتعيد الفاطر ده والصايم بعد ما هتاخد المفروض سبعين جرام او خمسة وسبعين جرام جلوكوز بودرة يتدوبوا فيه كوبايتين مية. افرض ما عندناش ده الافدال اللي هو المية مية. ما عندناش يبقى حضرتك هتجيب مثلا ازستين كوكاكولا كده تشربهم. تب ليه انا ما اعتقدش في البتيه? البتيه فيه مواد دهنية. المواد الدهنية بتقلل الامتصاص. فيدي نتيجة سلبية كاذبة. فيطلع. ولذلك الصايم مية سبع وعشرين والفاطر مية ستة وعشرين. الانسولين اللي طلع الداخلي عوض. مية ستة وعشرين حضراك صايم او مية سبع وعشرين دي خش في معدلات سكر عالية. في جميع الاحوال. السؤال بتاع سيادتك. اه طريبا انفصل. طيب يعمل لنا دول كنت نفسه اقول لك تعمل ايه هو ما خدناش وزن او انا خدنا حاجة. الوزن لا. لا خلاص ما خدناش وزن. تمام. شكرا. شكرا. شكرا سيد لك عليها دكتور. الاخ اليمني. اللي هو الاخ كهلان ابن الحميري. اه. هو رجع بالمعلومات تانية. المتزوج عنده ثلاث اولاد. سنة اربعين سنة ماين? اربعين سنة. اه والله صح. اربعين سنة. اه احساس بحرقان وسخونة بالقدم. هو ماشي على علاج اللي هو الكلوغفانس. خمسمائة على خمسة. المشكلة. اه نفس المشكلة. انه هو نزل من تلاتة وسبعين لخمسة وستين. وآآ يعني دي. لا هو كان اظن زاد. قال اه نزل تاني خمسة وستين. يعني هو حاليا. وهو ماشي على نفس العلاج. اه فهو عايز علاج. سكره صايم كام? وسكر بعد علاج لكام? حاليا. اه. سكر. اه. مش تذكر يا بت. اهو. من سترع على الحالة نفسية. السكر صايم متين وفاطر تلتمية وتلاتين. لازم السكر يتزفن. هنا اصعب حاجة في مريحنا دمنا كم دقيقة عشان بس ينديرو. هي دقيقة مثال. طيب خلا دي اغرب عياب. السكر اصعب حاجة. السكر يبقى عالي والمريد بيخس. مش اصعب علي انا. اسوأ الاوضاع. اوسأ. اسوأ اوضاع مرضى السكر الذين لديهم معدلات. سكر عالية. وفي نفس الوقت يفقدون الوزن. دي. اه. هو اعتقد. هيكون في حالة حاجة الى انسولين. هو بيخب حبام اللي بيخد دي حبام الى اتنين. بيخد اتنين واحدة الصبح واحدة. ما ده الماكسيمم بتاع ده. ام. فهو انا هنغير الدواء بس ممكن هياخد اماريلا اربعة ميلي جرام. سوأ عايز دواء علشان عايز اه اه يدخن شوه. او ما انا عمال اقوله في الصبح. مو عشان يبقى سمعنا. لا مو عشان اتخنه فيه غلط عليه. يعني ممكن يعني يعني اللي هتخنه هنا مش المرة دي. انا هجرب معاه. تلات عشان ياخد اماريلا اربعة ميلي جرام قبل الفطار واربعة ميلي جرام قبل العاشة. قبل غدا. ويوقف العلاج ده شوية. واحنا ونصبنا. والله وزنه بدأ يزيد وسكره بقى لا يتعادل. او حتى الوزن يزيد وسكره ما يتعادلش مش مهم. ازبط له انا بعدين. اخبرها ذلك. لكن انا مش متفايل اول. يلا ربنا يسهل. يعني ممكن ان شاء الله لقيله حاجة تانية بعد كده بس ينجرب كده. ان شاء الله. خلصنا? دكتور احنا. لا استنى انا عاوز اقول كلمة. اه. اه. اولا بس انا بعمل حاجة اسمها ابراء زمة. انا اللي طالع عشان عينين يجولي. ولا اخد فلوس. ولا اعمل شغرة في عيادتي. ولا الكلام ده. انا غالي جدا في كشفاتي. ومش محتاج. الحمد لله. الحمد لله. اوليتي مش جاي عشان الناس تيجيلي شغلي العيادات. بكتير بيتصلوا. يعني عادة بنعتذر لهم. الفترة دين انه ما بيشتغلش عشان كورونا. وبعني ايه. طبعا مش لا نريده منكم جزاء ولا شكورة. لا ان شاء الله نريده منكم الدعاء. والله دكتور انا كل ده انا شايفه وسمعه. الحمد لله. من المعاملة واحتفاكي بيك والقرب منك. اناك فعلا بتعمل كل شيء الوجه الله وبتيجي. لا لا مش مهمة خلاص. محبة. محبة للمريد. ومحبة للمشاهد. وما ياخد من هنا بواصل الحمد لله ناس كلها. الوقت بتاعك. وان شاء الله نتكلم القناة ازا ويدونا الوقت ويدونا وقت بالليل. ان شاء الله يبقى افضل. ان شاء الله. ان شاء الله. تسمح لنا دكتور. شكرا يا فتر. ان شاء الله. عزيزي المشاهدين وكده نكون وصلنا لهذه الحلقة من البرنامج كونسورتولي ميديسن. نشكركم لحسن الاستماع والمشاهدة والمتابعة. ونشكر السيد الدكتور الفاضي محمد سعد حامد. استاذ السكر والوضة الصماء كلية الطب جامعة ان شامس. والى لقاء اخر بمشيئة الدلاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.